مجلس الوزراء مجلس الأول من العام الجاري لتؤكد أن خطة التعافي الاقتصادي تمضي بمسار صحيح نحو تحقيق أدافها بشأن ملف توظيف وتدريب أبناء مملكة البحرين في 31 أكتوبر عام 2021 أطلقت حكومة مملكة البحرين خطة التعافي الاقتصادي هذه الخطة تركز على خمس أولويات تضم سبعة وعشرين برنامج متكاملة خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطنة الخيار الأول في سوق العمل هو أحد الأولويات الخمس للخطة ويهدف إلى توظيف عشرين ألف بحريني وتدريب عشرة آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024 من خلال تنفيذ مبادرات الخطة الوضنية لسوق العمل وفي الخامس من أغسطس الجاري استعرض مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من عام 2024 وأظهرت هذه المؤشرات استفادة 12555 مواطناً من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها ما يمثل 63% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي كما أظهر التقرير أيضاً تدريب 8637 مواطناً خلال النصف الأول من عام 2024 ما يمثل 86% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وتأتي هذه الأرقام لتبرهن وتؤكد بأن أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل التي تعمل من أجلها خطة التعافي الاقتصادي تنظي قدماً باتجاه تحقيق هدفيها بشأن التوظيف والتدريب من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تطلعات أبناء مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر